بالوقت هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء موجز التسعة صباحا مع المياء حمدين إليك المياء شكرا محمد التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرناتش موجز الأقبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وصرح المتحدث باسم رئاسات الجمهورية أن قمة الرياض تهدف إلى تعزيز التشاوري والتنصيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية وسبل تحرك العربي والإسلامي إزاءه وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بدل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة فضلا عن دفع مصاري إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية وكانت الرياض قد أعلنت عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية التي كانت من المقرر أن تعقد في التاريخ نفسه وذكرت الخارجية السعودية أنه استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد التشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فقد تقرر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي وذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة غير مسبوقة استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم خلال سلسلة غارات إسرائيلية على بيت لهيا شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطع وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف في وقت سابق بوابة مجمع الشفاء الطبي والذي يمثل أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة كما استهدف جيش الاحتلال بقصف آخر بعدد من الصواريخ منزلا خلف مستشفى القدس في منطقة تل الهوى أتاوى استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين غرب رفح جنوب قطاع غزة حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكا تماما على حد تعبيره وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن الدولي أن نصف المستشفيات البالغ عددها ستة وثلاثون في القطاع أصبح خارج الخدمة مشيرا إلى وقوع أكثر من مائتين وخمسين هجوما على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ بداية التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي طلب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إسرائيل بوقف القصف الذي يستهدف المدنيين في غزة وقال ماكرون أنه لا يوجد مبرر لقصف المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء مشيرا إلى أنه لا يوجد حل آخر سوى التوصل إلى هنة إنسانية ثم وقف إطلاق النار الذي يسمح بحماية جميع المدنيين صوت 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن القرار أعاد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة وحفظ جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العامي مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية تحت عنوان تأثير عواقب الوضع الراهن في فلسطين بتصويت أغلبية الدول العضاء وأكدت الوزارة أهمية اعتماد اليونسكو القرارة الداعي إلى التوقف الفوري لاستهداف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم ووقوف الهجوم على المدارس والكليات والجامعات وإدانة مواصلة قتل الصحفيين وتدمير المراكز الإعلامية ومواقع التراث والمتاحف والمراكز الثقافية في مخالفة واضحة لكافة المواطيق والأعراف الإنسانية والدولية حذرت الأمم المتحدة من أن العنف ضد المدنيين في السودان يوشك أن يصبح شرا مطلقا مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف في إقليم دارفور وقالت أبرز مسؤولة مساعدات في الأمم المتحدة في السودان إن نحو 25 مليون شخص أي أكثر من نصف عدد السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية وإن أكثر من 6 ملايين نزحوا من منازلهم داخل السودان أو إلى دول مجاورة مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل